شهدت السنة الماضية زيارات ملكية مكثفة لإفريقيا زيارات قادت الملك محمدا السادس لدول إفريقية جديدة وتوجت باتفاقات هامة الجولة الأولى من هذه الزيارات همت شرق القارة وكانت البداية من رواندا حيث ترأس الملك حفلة وقيع 19 اتفاقية همت مجالات متنوعة لتعاون من كيغالي توجه الملك إلى دار السلام وفيها أبرم المغرب وطنزانيا 22 اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي كما اتفق على إرساء آلية لتشاور السياسي إثيوبيا شكلت المحطة الثالثة في الجولة الملكية لشرق إفريقيا وخلال هذه الزيارة ترأس الملك حفلة توقيع مجموعة من اتفاقيات ثنائية كما ترأس حفلة إطلاق مشروع منصة مندمجة من الطراز العالمي لإنتاج الأسمذة بهذا البلد مدغشقر حظيت كذلك بزيارة الملك محمد السادس حيث ترأس توقيع 22 اتفاقية لتعاون الثنائي في العديد من المجالات وفي أول زيارة من نوعها حل الملك في أبوجة الزيارة كانت تاريخية وتميزت بإطلاق مشاريع كبرى بين البلدين وفي مقدمتها مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز يربط الموارد الغازية للنيجيريا بموارد العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب وفضلا عن هذه الزيارات غير المسبوقة حرص الملك على الزيارة السنغال البلد الذي تجمعه بالمغرب روابط أخوية وروحية وإنسانية عميقة وإلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات المعززة للشراكة القوية بين البلدين اكتست الزيارة الملكية رمزية كبيرة عندما ألقى الملك خطاب المسيرة الخضراء من العاصمة السنغالية داكار